موسيقى 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 اهلين شلونكم شخباركم اليوم براويكم مشترياتي من مسيمو دوتي نسمو تشوفون طلبت انلاين من الويب سايت مسيمو دوتي دوت كوم وبعد اخذت كم قطعة من المحل اللي في المجمع فخلني افتح البوكس معكم موسيقى 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 اوكي وهي شكل البوكس من داخل كل قطعة وصلات مغلفة في هالورق الابيض وعليه ستيكر فهاي اول قطعة اخذتها طبعا بحط لكم صور كل قطعة عشان تعرفون شو شكلها في اللبس بس هاي فستان لونه كحلي غامج معانا اتوقعته يكون شوي افتح بس في حزام فمفروض يضيق ني وصير طويل يعني يوصل تحت الركبة فتشري شكلها من تحت حده فلوي اوكي وفي راوند نكلاين والكم طويل وهاي شكلها من ورا حسيتها حلو بيطلق حق الشتاء ويا بوت طويل والقماش 50% بسكوس فاتوقع بينفع حق الجو والبارد صراحة ما كنت اعرف شنو المقاسي بالضبط فاخذت قطعتين او مقاسين وبجربهم بشوف شنو يناسب والثاني براجعه بس هاي هو السيزة الاصغر حسيتها شوي من النوع اللي اوبرسايز لانه هني صاير شوي كبير بس منشوف شلون يطلع في اللبس اوكي وهاي ثاني قطعة اخذتها هي بس بلوزة بس كل الموديل في اليد صاير شوي في بوف وزم هني وهني يصير ضيج حدها بيسك بس حسيت بتناسب كذا قطعة عندي وصراحة احب كواليتي مال مسي مودوتي لان القطع تضل فترة وما تخترب وكان في مننا لون بيج بعد عجبني بس حسيت هاي بناصب اشياء اكثر اوكي وهذي بلوزة ثانية اخذتها لنن 100% لنن وصايرة شوي اوبرسايز وهي شكلها من ورا حدها بلين وسمبل بس انا عموما احب اللنن لان اقماش كلش بارد و احب شكلها في اللبس مع انه بسرعة ايذ قرمت او تصير بي هاي الخطوط مال اللبس بس لاحين احبها وصير شوي اكثر من جدام و اطول من ورا والحلو فيه انه ما يشف هاي شي زين هاي حسيتها بيطلق حلوية بنضلون ابيض سادة بس نلعب بس نلعب بيطلق وفي الشانطة عشان نعطيه شوي موديل لانه هو بلين اوكي وهاي ثالث بلوزة بعد لونها ابيض شوي اكثر من البيج اللي اخذتها بس بعد لقماش لنن هاي شكلها من ورا ومو كلش كصير يعني طولة حلو بس اتوقع يشف شوي فلازم يلبس شي تحتها اوكي واخذت هاي عشان انس قوي هاي البنطلون اوكي فحسيت الليلين شيرت بيطلق حلو ويا هاي البنطلون بنفس جي هو طويل وفي سلت على صوب بحط صورة عشان تقدرون تتخيلون الموديل في اللبس بس صاير في جديد سلت فحسيت حلو بيطلع ويا كعب مع ان الكعب ما بيبين بس انه اتوقع لازم تلبسونا ويا كعب عشان هاي الموديل السلت يبين عدد وبس اوهوا بلين في مخبه هني ومخبه ورا اوكي لا اللي ورا بس شكل بس كلش حبيت هاي اللون يعني ما كذت بنطلون بنفس جي حلو وهاي شكله ويا التوب اوكي فاتشري بيطلعوني بعض صراحة كلش حبيتهم شي ثاني حبيت في هاي البنطلون انه في نفس شفسة في النص نفس ما تشوفون في الصورة فحبيت هاي الديتير يعني حس حده يطلع راقي اوكي ومن اكثر الاشياء اللي متحمسة عليها اوه هاي الجوكيت ما تعرفونش كبير ستانست لما شفتها لانا صالي فترة ادور على جوكيت جلد بهاي اللون فخلني اراويكم اعطوني ايا في هاي الشنطة اوكي فهاي شكل الجوكيت صراحة التصوير كلش ظالمة لنفي اللبس وفي الصج لونه كلش احلى يعني صار اللونه الكامل صراحة انا كتدور على هاي اللون او اللون عنابي بس احزين حصلت هاي لانه هو نوترل وبناسب معظم الاشياء واخدت سايز شوي اكبر عشان اعرف انه بلبسه في اماكن باردة فاكيد بكون لبسه اشياء شتوية تحتها او اشياء ثقيلة او فلا نقول متينة فما بيكون كلش تايت عليه وبعد احب انه تشم يكون شوي طويل خاصة حق اشياء شتوية عشان الدفية دي بس خلني اراويكم التفاصيل اوكي ففي بطن ذهني ويا الزيبر اوكي وهي شكله من داخل ما في ولا مخبة داخل معنا اتمنيت ان يكون فيه بس عادي لانه في مخابي بضع فنبدأ نحط فيها اشياء او نحط يدنا داخل عشان ندفيها مخبة ثاني بعد مني وبعد في بطن اوز برس وباليد وهي شكله من وراء ان شاء الله حصل صوته اونلاين لان كلش ابيكم تشوفون شكله وهو ملبوس والصراحة حتى ريحتها كلش حلوات ريحت هاي الجلد الاصلي طبعا وهو جلد صجيفة هاي اللي حبيت فيه انه بيدفيني عدم في الشتاء اوكي وهي اخر شي خذيتها وصل في هاي البوكس الصغير طبعا اودي فتحتها بس طبعا طبيعي الباكجينج صراحة كلش حبيت شون يسون باكج الاغراض يعني حده حلو ومرتب اوكي وبعد مغلة اوكي وهي شكل البوكس اتوقع تعرفون شنو داخل اوهو الميني برفيوم ست تحصلون معا ثلاث عطور 30 ml اول واحد اوهو من هاتن لايت بعدين سوفلي ماري والثالث اوهو ايبنين وسبرز اوكي والسبب اللي خفت هاي الميني ست اوهو لان خطري في عطور يكونون مينيز عشان احطهم في الشنطة او اخليهم في السيارة يعني حاق مشاوير حاق الجم حاق ذبر سوبر ماركت يعني مشاوير تشريه وانا الصراحة اكثر واحد اعجبني اللي في النص سوفلي ماري بس هاي ست يعني لازم تاخذونه نفس ما اوهو ما يصبح تغيرون ال البرفيوم الثانيين اوكي فخلني اقولكم على السريع شنو الروايح هاي اول واحد اسمه منهاتن لايت وهو ريحته ورد على مسك على برغامات يعني فيه شوي سترس في الريحة بس عموما حسيته ريحة نظافة وريحة واحدة شديدة طالعة من الشاور فحسيته حلو حق عقب الجم او شي تشدي يعني حدا فرش والثاني اسمه سوفلي ماريس او سوفلي ماري ما عرف شون يقولونه بس النوت سماله صعير اكثر شي ماي للزهر او الورود هو فيه ايرس وادر اشي بالايرس لان انا عموما احب الايرس فلاور اوكي وغير الايرس فيه بعد ساندل وود اللي هو الصندل وبعد فيه فتابر وصراحة اقدر اشي من الفتابر لان ريحتها صعيرة ايرثي وودي اتميل الى ريحة العشب او الشي سمونا الغراس اعرف الشرح شوي غريب بس اكثر عطر يشابه هاي وهو البرادا اتوقع اسمه بتابر بعد كلش احبه فشموا في المحل يمكن يعجبكم وعلى فكرة تقدرون تشترون الفل سايز اللي هو الامية امل بس انا حبيت المينيز وثالثة واحد هو صراحة مو كلش عجبني بس اوكي ماشي الحال النوت اللي فيه هما روز برالين ورد بيريز وانا مو بكلش احب بيريز في العطور فمادري بنشوفش بس يعني جربوا احس كل واحد ضوقة غير بس مو احلى عطر شميتين يعني حبيت الوردي اكثر وبس والله هاي نهاية الفيديو اتمنى عجبكم وانشفكم انشالله في الفيديوات ثانية باي اشتركوا في القناة 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 شكرا